ومنذ بدء شهر رمضان المبارك تجاوز عدد من تلقى التطعيم المضاد لفيروس كورونا 160 ألف شخص ذلك بعد الدعوة التي وجهتها الحملة الوطنية للتطعيم للاستفادة من الاستثناءات التي أقرتها اللجنة التنسيقية لكل من تلقى اللقاح الحملة الوطنية للتطعيم تشهد إقبالاً لافتاً من قبل المواطنين والمقيمين الحملة الوطنية للتطعيم تشهد إقبالاً لافتاً من قبل المواطنين والمقيمين على تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال شهر رمضان المبارك وذلك بعد الدعوة التي وجهتها الحملة للاستفادة من الاستثناءات التي أقرتها اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تشجيعا على الإقبال على أخذ التطعيم والتي تتمثل في الاستفادة من الخدمات الداخلية للمطاعم والمقاهي والسينما والصالات الرياضية الداخلية وبرك السباحة الداخلية وإلغاء إلزامية الفحص على العائدين من السفر إلى المملكة واستجابة لهذه الدعوة ارتفع عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من التطعيم منذ بدء شهر رمضان ليصل إلى أكثر من 68600 شخص فيما بلغ عدد الحاصلين على التطعيم بجرعته أكثر من 64000 ما يعني أن أكثر من 160000 شخص تارعوا لتلقي التطعيم خلال الثلث الأول من الشهر الكريم ترجمة نانسي قنقر